من المرتقب أن تشهد مباراة الوداد الرياضي لكرة القدم وضيفها المغرب التطواني المقرر يوم الاثنين المقبل إعادة افتتاح المنطقة الستة في وجه الجماهير بعد إغلاقها بسبب ظهور اهتزازات وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد أعلن عن قراره بإعادة فتح المنطقة الستة بعد أن أثبتت الدراسات بأن الاهتزازات التي تحدث بالمدرجات أثناء تواجد الجماهير أمر عادي ولهذا قرر مجلس مدينة الدار البيضاء إعادة فتح المنطقة الستة بدونور والدراسات أكدت عدم وجود أي خطر على المناصرين وفي هذا الصدد كانت نبيلة رميلي عمدة مدينة الدار البيضاء قد أوضحت الاهتزازات التي تعرفها المنطقة الستة وهي تعود بالأساس إلى طريقة البناء الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء أكدت أن الاهتزازات التي تعرفها المنطقة الستة هي عادية وطبيعية الأشغال التي يجب القيام بها هي التي ستحدد إمكانية فتحها في المباراة أكدت بهذا التصريح في وقت سابق وحسب المنصة المتخصصة في بيع تذاكر مباراة الويداد الرياضي وضيفها المغرب التطواني برسم مؤجل الجولة الـ 26 من البطول الاحترافية فإن التذاكر الخاصة بالمنطقة 6 مطروحة حاليا للبيع وتم تحديدها في 30 درهاما ويستقبل فريق الويداد الرياضي ضيفها المغرب التطواني الاثنين القادم على أرضية ملعب مركب محمد الخامس انطلاقا من الساعة الثامنة مساء